مساء الخير سودان وفي هذا التوقع أتوجه إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأقول له أن ينتبه على أمنه من محاولة اغتيال أو مؤامرة خطيرة قد تطال محيط البرهان وألا الحامي كما أرى الخطر يحوم في أرجاء قائد قوة الدعم السريع الفريق أول حميدتي وألا يحمي الكل والشعب السودان عملية اغتيال تطال شخصية سياسية من الصف الأول على سلم الطائرة وسنشهد حالة من البلبلة والإرباك والصدمة تعم على أرض هذا المطار أرى أن سيناريو الحرب المقبلة على المنطقة ستتحول إلى قلب البحر وتصبح حرب السفن والأساطيل وسنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار حزن وحداد في هذه المناطق اللبنانية وانتشار مرض خطير يتحول إلى وباء ليل عبداللطيب تتوقع أنه هيتأكد الجميع أن دور الشيخ سعد الحريري السياسي في لبنان لم ولن ينتهي بعد خصوصا خلال المراحل القادمة بعض المناطق اللبنانية هتعيش تحت رحمة أجواء الفتنة والقلق مما يؤدي إلى رؤية مشاهد من المظاهر المسلحة مع حدوث بعض الاشتباكات تصل لبعض المناطق والشوارع اللبنانية خلال المراحل القادمة وجوه سياسية معروفة بتختفي وبالضغيب عن الوجهة السياسية بشكل مفاجئة كبير زمن الإغتيالات حيعود من جديد خلال السنتين القادمتين سنرى تعرض أحد الشخصيات السياسية الرئيسية لحادث عن طريق سيارة مفخخة وأيضا سيكون هناك إغتيالات لشخصيات غير سياسية أجواء الحزن بتغطي مساحات واسعة في لبنان بسبب وفاة ورحيل رئيس في لبنان وده خلال المراحل القادمة هتسجل الأحداث القادمة على الساحة اللبنانية دخول طيران مأجور بيخترق الأجواء اللبنانية ويحلق في سماء لبنان بشكل لافت ومقلق لفترة زمنية قصيرة والمفاجأة هتتفاعل والمفاجأة هتحصل عند معرفة هوية هذا الطيران المجهول شخصيات لبنانية سياسية وبارزة سنراها تخضع للمحاكمات وبعض هذه الشخصيات سوف نراها خلف القطبون وحتتعرض منطقة الأزاعي ومنطقة أخرى لبعض الأحداث المؤسفة وسوف تتعرض مناطق أخرى لبعض الأحداث المؤثرة الطريق الساحلي سيكون مغلق بالاتجاهين ومنطقة خلدة بقلب الحدث من جديد وسنرى الجيش على طريقه بالمرصاد تنتشر مشاهد الفوضى بشوارع بيروت ويتطور الأمر إلى حدوث بلبلة وغضب وأعمال الشغب ونرى الجيش اللبناني يتدخل ويتصدى بحزم هذه المرة وسيكون بالمرصاد لمنع تطور الأوضاع إلى الأسوأ سنشد ارتفاع جنوني لسعر الدولار من جديد وحيسجل أسعار خيالية وسوف تتدهور الأمور داخل البورصة أحد الممثلين أو الممثلات سيواجه فضيحة جنسية من خلال تسريب مقطع إباحي وسنرى ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأسف بالصوت والصورة هنا ستكون الصدمة أو المفاجأة اللي حتكون لبنانية سنشهد حدث أمني بارز وكبير رايق لبقى المعادلة الحالية في لبنان ويشكل صدمة عارمة وهنا المفاجأة سيشهد لبنان ولادة صفقة سياسية خارجية وداخلية تؤدي إلى رئيس جديد للبنان وحيشغل الفراغ اللي كنا فيه وداخل البعض الأشهر القادمة الحزن والحداد بيحلوا مناطق قصروان والمتن وده بسبب حدوث أحداث مفاجأة ومؤسفة سينتشر مرض خطير في مدينة صيدة وأرى يتحول إلى وباء وسيساعد أيضا على انتشار بوادر فتنة الأسبوع الماضي أرى يعود ويتكرر في منطقة لبنانية أخرى وبأسلوب مختلف والهدف منه هو زراعة الفتنة والانقسام الاحتفالات والابتهاج سنراها تعم عدة مناطق لبنانية وعدد كبير من الشوارع وده بسبب حدوث أحداث برزة ومهمة خلال الفترة القادمة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان البخاري أرى سيحقق على الصعيد الدبلوماسي حدث مهم وكبير وحنرى وسائل الإعلام بتواكب هذا الإنجاز مع جمهور لبناني واسع بالسفير البخاري بشكل عام وحيحصل على كتير من المباركات سياسة القيادة السعودية بشكل خاص على أبواب التقدير والتكريم بسبب هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير مشاهد إطلاق النار والصواريخ ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي حنراها تتكرر من جديد والمشهد الجديد حيضع للكتير من القلق والترقب والحذر تسريب صور فاضحة لأحد الوجوه السياسية وهو يحمل رزمة من الأوراق المالية ويرمي على أحد السيدات وهتكون أموال كثيرة ومفاجأة أكبر الحزن بيفاجئ أحد السياسيين في لبنان بسبب فقدان أحد أفراد عائلة المقربين جدا كمان هيعود العمل بدوام كامل لكافة الدوائر والإدارات الرسمية في لبنان وهيعود جميع الموظفين لممارسة وظائفهم وأعمالهم خاصة في مصلحة تسجيل السيارات النفعة وداخل للأشهر القادمة عودة السياح إلى لبنان وبأعداد كبيرة وحيكون أغلبهم من السعودية حضوث زيارات متبادلة بين لبنان والسعودية وحد أشهد في المراحل المقبلة زيارات رئاسية وملكية متبادلة راه تحصل ما بين السعودية وإيران وحتكون مفاجأات كبيرة من خلال هذه الزيارات التاريخية كمان هنكون أمام ولادة حلف وجيش دفاع عربي مشترك مهمته حماية البلاد والأراضي والشعوب العربية من كل خطر أو تهديد داخلي أو خارجي وحتكون السعودية هي الراعي والقوة الأبرز لهذا الحلف وحتسندها عدد من الدول العربية زي العراق وسلطنة عمان وغيرها من الدول العربية ولا أستبعد أن نكون أمام حلف ناتو عربي في المرحلة المقبلة وسيكون لهذا الحلف مهمات كبيرة في المستقبل وعلى أكتر من أرض عربية الأمن السعودي حيحق إنجاز بارز وجديد في عمليات القضاء على تهريب المخدرات إلى داخل المملكة وحتنشط خطة أمنية واسعة حينفزها الجيش السعودي على طول الحدود السعودية وحينجح في ضبط التهريب للداخل ومن الخارج كمان هيقضي على قسم كبير من هذه الظاهرة الخطيرة ومن هنا سنرى أن الشعب السعودي سيكون فخور بالقوات الأمنية الحسام في حماية البلاد والعباد والشباب من هذه السموم القتلة السعودية حتشكل خلال المراحل القادمة قوة صناعية عالمية وحتتربع على قمة الصناعات المتطورة في العالم وهتصبح رائدة ومميزة وبيلمع اسمها في عالم الاقتصاد الصناعي القادم ومن هذا المنطلق شايف اسمه شخصية وليل عهد محمد بن سلمان هيكون هو أمل وأمنية الشعوب العربية بشكل عام والشعب السعودي بشكل خاص والقيادة السعودية الحكيمة كمان شايفة وليل عهد ومن معه يحملون كثير من الأمل والأمنيات والأحلام من أجل بناء دولة قوية ومميزة يريدونها رمزا للدول المتقدمة في الأمن والأمان والعدل والمساواة والسلام وأخيرا شايفة أن الربيع العربي اللي عانت من أشواكه أكتر من دولة عربية سوف تتكسر أشواكه بإذن الله تحت قوة الوزن السعودي وتحت الثقل العربي والإقليمي والدولي ولا حتمثل السعودية اليوم وفي ظل هذه الفترة الصعبة وأيضا في ظل هذه القيادة السعودية بالذات حيتأكد العالم من خلال أحداث وتطورات قادمة حيعرف كم نحن بأمس الحاجة إلى أفضل العلاقات مع السعودية وإلى حكمة وجرأة مواقف قيادتها القوية أمام الأزمات في نهاية حلقتنا النهاردة بشكر حضرتكو جدا وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله ورعايته